مساء الخير شباب اليوم رح نتعلم على طريقة الدخول إلى البيوس وتعديل إعدادات الإقلاع الخاصة بلابتوب الـ HP Victus 15-FA0031DX لابتوب جايمينج من الفئة المتوسطة المعالج من الجيل الـ 12 خليكم معنا بس قبل ما نبلش الفيديو يا شباب ياريت تدعمونا بالإعجاب لحتى يزيد انتشاره عم تشوفونا أول مرة اشتركوا معنا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد بعالم اللابتوبات وصيامة الحواسط شباب للدخول للبيوس الخاصة بهذا اللابتوب كما هو الحال بكل لابتوبات الـ HP يقوم بتشغيل الجهاز ومن ثم بالضغط المتكرر والسريع على زر الـ F10 ضغط متكرر وسريع على زر الـ F10 بيفوتني على البيوس الخاصة بهذا اللابتوب تمام شباب مثل ما شفنا ولكن بدأ تكون إيدك سريعة شوي صراحة بعض اللابتوبات سريعة بالإقلاع بتوصل للويندوز مباشرة عندي الواجهة الأولية للبيوس مثل ما نرى فيه التاريخ والوقت ومعلومات عن الجهاز من مواصفات ورقام الموديل ورقم موديل البيوس كذلك طبعا فيني عن طريق الـ S Home انتقل بالتبويبات فيه عن طريق زر الـ Enter فيني انتقل ضمن الخانات بنفس الصفحة إذن عن طريق زر الـ Enter طيب يا شباب إذا بدي عدل التاريخ والوقت عندي هون مثل العادي وبكل اللابتوبات الـ HP عن طريق الـ F6 صعودا يعطيني رقم لفو أو الـ F5 يعطيني نزولا أو رقام لتحت تمام شباب إذا كنت بدي عدل التاريخ والوقت هاي بالنسبة للواجهة الأولية التبويب الثاني بالبيوس اللي هو عندي يا السيكوريتي بهذا المكان فيني حط باسورد على الهارد أو باسورد على اللابتوب أو على البيوس بشكل عام عم بحكي هون قبل الإقلاع وقبل الوصول إلى الويندوز عندي خيار الـ TPM Device لازم يكون بحالة الـ Available لحتى نزل الـ Windows 11 نعم يا شباب ملاحظة مهمة جدا طبعا إذا بضغط عليه Enter في عندي خيار الـ Hidden وفي عندي خيار الـ Available التفعيل تمام إذا يفضل أنه هذا الخيار يكون بحالة Available لحتى نزل ويندوز 11 باقي الخيارات لا تلعفية ولا تقرب عليها بنتقل عند خيار الـ Configuration داخل تبويب الـ Configuration يا شباب عندي اللغة بهذا المكان بختار الإنجليزية أكيد ما في اللغة العربية عندي الخيار الثاني الـ Virtualization Technology أكيد حطه بحالة Enable لحتى تشغل محاكيات الأندرويد على هذا الجهاز ما عندي أي خيارات ثانية اتحدث لك عنها عندي خيار الـ USB Charging أنه عن طريق منفذ الـ USB تعمل عملية الشحن خليه أكيد بحالة Enable تمام يا شباب أهي أهم الخيارات وباقي ما تبقى تركه مثل ما عندي هون بالواجهة بنتقل عند تبويب الـ Boot Option ومثل ما اننا شايفين عندي خيار الـ USB Boot خليه بحالة Enable لحتى أقلع عن طريق الـ Flash Memory لثبت ويندوز أو أعمل أي عملية صيانية للجهاز أما بالنسبة للـ Network Boot ما في داعي فعالة خليه بحالة Disable باقي الخيارات خليه مثل ما هي عندي خيار Security Boot كذلك الأمر خليه بحالة Enable كونك عم تثبت ويندوز 11 ويندوز 11 بحاجة لتفعيل هذا الخيار في حال واجهتك مشاكل أثناء الإقلاع أو أثناء تثبيت الـ Windows هذا الخيار فقط فيك تحطه بحالة Disable تمام يا شباب هاي ملاحظة مهمة جدا 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 إذن بس مشاكل بالإقلاع عن طريق أحد الفلاشات أو عن طريق ويندوز معين مرضي تثبت معك أو شيء هذا الخيار حطه بحالة Disable وأنا بفضل أنه خليه بحالة Enable لحتى يكون متوافق أكثر مع ويندوز 11 أكيد هذا اللابتوب يا شباب ما يدعم إلا خيارات الإقلاع الخاصة بالـ UEFI لذلك انتبه لهذا الموضوع هذا الجهاز ما يتثبت عليه ويندوز 7 مثلا تمام دير بالك هذا من عنده ويندوز 10 وصعودا طيب منلاحظ أنه عندي خيارات الإقلاع موجودة هون هلأ إذا أنا بدي أقلاع عن طريق الفلاش ميموري تخلي خيار الفلاش ميموري معلم عليه ومن ثم عن طريق زر الـ F6 برفعه لفوق الـ F5 بنزله لتحت تمام شباب طبعا هلأ في عندي طريقة تانية لحتى أقلع عن طريق الفلاش ميموري بدون الدخول إلى البيوس كليا ولكن هي ملاحظة مهمة جدا إذا بدي خلي الفلاش ميموري تقلع لحتى ثبت ويندوز أو خليها تقلع بشكل دائم إذا برفعها للأعلى بهذا المكان تمام طبعا أنا رح خلي هلأ الـ OS النظام هو اللي أقلع بالبداية تمام أو أي أداة أخرى للأقلع إذا كان عندك سيدي روم يو اس بي كذلك الأمر اللي كموجودة هون عندي فيك ترفعها للأعلى عن طريق الـ F6 والـ F5 نزولا تمام شباب بنتقل عند خيار الـ Excite بالنهاية داخل خيار الـ Excite أول خيار عم يقل لي الحفظ مع الخروج يعني أحفظ كل التعديلات اللي ساويتها مع الخروج عندي الخيار الثاني نسيان جميع التعديلات مع الخروج يعني كل شي عدلته أنا بينتساوا وبيخرج من الـ BIOS مباشرة دون الحفظ وعندي آخر خيار الـ Load Setup Default اللي هو بيعمل ضبط مصنع لإعدادات الـ BIOS بالكامل هاي ملاحظة مهمة جدا يا شباب في ناس بتعمل تخبيصات تعمل شغلات صار معها مشكلة بالإقلاع صار معها مشكلة بإشياء معين بيعمل Load Default BIOS ومورو بتصير بخير إذن أنا هلأ راح أعمل Save Changes and Excite حفظ التعديلات أو بضغط بزر الـ F10 تمام؟ زر الـ F10 بيعطيني خيار الحفظ مباشرة وبضغط انتر طيب هلأ بعد ما اضغط انتر راح اضغط زر الـ F9 انتبه زر الـ F9 بشكل سريع لأخذ خيارات الإقلاع مباشرة دون الدخول إلى الـ BIOS طبعا هذا الخيار نفس الطريقة إذا شعلت الجهاز مباشرة إن شعلت الجهاز مباشرة فيك تضلك عب تضغط عليه أو فيك تضغط عليه مباشرة بعد عملية إعادة التشغيل مثل ما إنا شايفين نوضح الصورة شوي عندي هون خيارات الإقلاع إما بأقلع عن طريق الـ Hard مباشرة اللي داخل الجهاز وإما بأقلع عن طريق الـ Flash Memory USB Hard Drive لكني واصلها التوشيبا موصول عندي فلاشة هون بأقلع عن طريقة لحتى ثبت ويندوز أو أفحص الـ Hard وما إلى هونالك الآن إذا بضغط انتر لاحظوا عطاني Security Boot مفعالة تمام؟ أنا لا أقلع عن طريق الفلاشة لأنه قال لي أنه أنت عم تساوي شغله خطأ على الجهاز بالتالي خيار Security Boot تشغل بدي ألغي هي الرسالة برجع بفوت على الـ BIOS وبالغي Security Boot فقط Security Boot بلغيها بتقوم بتأقلع معي الفلاشة بشكل سريع وبفوت على الإعدادات بشكل كامل طبعاً هلأ رح ساوي هذه الحركة قدامكم لحتى تشوفوها إذن رح أضغط Enter وارجع الدخول على الـ BIOS إذا بفوتني من هذا المكان عم يقول لي عن طريق الزر الـ F10 بترجع بتفوت على الـ BIOS فوتني عليها دوري رح انتقل عند الـ Boot Option في عندي Security Boot هي Security Boot رح خليه بحالة disable تمام؟ صارت بحالة disable هلأ برجع بضغط على زر الـ F10 بعمل Enter ومن ثم ضغط متكرر على زر الـ F9 عشان حتى أرجع بفوت على الفلاشة هي الفلاشة ما في عليها ويندوز صراحة عليها نظام إقلاعي خاص بصيانة الـ Hard تمام؟ عطاني رسالة انه انت وقفت Security Boot مثل ما انا شايفين عم يقول لي اضغاط هذا الرقم 2045 Enter To continue ولا حتى يفعل تمام؟ إذن هو عم يعتبرني اني أنا عم بساوي شغلة خاطئة بالتالي عم يتأكد انه شخص بشري اللي عم يتعامل مع الجهاز إذن بشكل سريع 2045 Enter برجع بضغط الـ F9 على السريع تمام؟ عطاني خيارات الأقلع وهلأ رح أقلع عن طريق الفلاش ميموري لاحظوا انه كيف الرسالة اللي ظهرت قبل شوي رح تنحل معي بعمل انتر لاحظوا كيف أقلعت معي الفلاشة تمام شباب؟ إذن خيار السيكوريتي بوت كتير مهم تنتبه له انك تعطله أثناء تثبيت وندوز أو إذا بدك تفحص هارد وما إلى هنا عليك شكرا لمتابعتكن أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية